هذه الزيارة تأتي كذلك في عقاب زيارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قبل عدة أشهر لتركيا وزيارات المتبادلة سواء من فخامة الرئيس المملكة أو كبار المسؤولين وتهدف لتعزيز التعاون بين المملكة وتركيا في جميع المجالات وهذا طبعا شيء سابقا أكد عليه خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس فهي استكمال لزيارة خادم الحرمين الشريفين التي بدأها قبل عدة أشهر